في البدايات نلتقي السلام عليكم شلوم عليكم فيما يسمى بنقل الصورة السلمية السلامية الى ما يسمى ايضا بالشعب الاسرائيلي ولكن لا نسعى ولن نعمل على ان نغرق اسرائيل بالملايين لنغير تركيبتها الاجتماعية هذا كلام هراء كيف تقولون انني انكر المحلقة كيف يبدأ الرئيس الفلسطيني خطابه بطمأنة اسرائيل بانها لن تغرق بطفان اللاجئين الذين يعيشون في الشتات ليمر الى المانيا ويشرح عن كتابه الذي يؤكد فيه بانه يعترف بالمحرقة الاسرائيلية التي تعتبر من اهم اوطار العواطف عند الاسرائيليين واستغرب من اتهمه بعدم الاعتراف بها وكأن عدم الاعتراف هذا اصبح جريبة تستحك منه كرئيس فلسطيني ان يفرض رقابة ذاتية على نفسه للاعتراف بذلك بنهاية الاتفاق حصل اعتراف متبادل بين المرحوم ياسر عرفات والمرحوم رابين وهذا الاعتراف يقول ان الفلسطينيين يعترفون بدولة اسرائيل لكن المراقبة للمصطلحات والكلمات التي استخدمها الرئيس الفلسطيني يجد انها كلمات لم يأتي بها لتجرح ما يسمى بالمشاعر الاسرائيلية وكأن التقاليد العربية تطبق في احترام الضيف ان كان في بيت عربي واي ضيف هذا فهنا ينعت ويساوي الرئيس الفلسطيني بحمود عباس الرئيس الراحل ياسر عرفات ورابين بالمرحومين متجاهلا ان يطلق اسم الشهيد ياسر عرفات وهو معتبر محاولة مؤقتة لازاحة الملف بان عرفات قد قتل مسبوما على ايدي الاسرائيلية وانا بقولها علنا لو سألت الشباب مثلكم الصغار ماذا تريد يا بيقولك اريد سلاما عادلا اريد دولتين والله ما عديهم من الامور هاي نهائيا لانه من انفوك بكير بمقطوعة سواء تم اللقاء او ما تم المهم التقدم شو اللي بده يصير بالنسبة للطلاب اللي اجوا مبالح يعني مش غلط انه يكون فيه تفاهم بيننا ويعني مستقبلا ممكن يكون فيه دولتين وفيه ناس بالفعل يعني في اسرائيل بتساعد انه يكون فيه تعايش سلمي بين الشعب الفلسطيني واسرائيلي لم يكن موفق في خطابه لأكثر من جانب اولا في لقاء مع المستوطنين واليهود الاحزاب المتدينة والاحزاب لكود والعمل هؤلاء القتل الذين يقتلون كل يوم الفلسطينيين واستادرون الاراضي يحذر الرئيس هنا من مخاطر حرب المياه المستقبلية ومطالبا بضرورة ان تكون القدس مفتوحة للجميع يتحدث بذلك امام اسرائيليين يجلسون على مقاعدهم ولا حاجز بينهم وبين الرئيس سوى مسافة هوائية من اعينهم الى اعين الرئيس مباشرة بعكس ما يجري هنا من عشرات من شبال فلسطينيين يتظاهرون ضد هذا اللقاء حيث قابلتهم الاجهزة الامنية الرسمية والمتخفية بتمزيك اللافتات وترضهم ومصادرات كاميرات الصحفيين وبطاقاتهم وتهديدهم في حال لم يتم مسح الصور التي التقطوها وكأن قول الرئيس في لقائه مع الاسرائيليين بانكم انقرجتم الان خارج المقاطعة وسألتم اي فلسطيني هل تريد السلام الان سيقول نعم للدليل على عدم المعارضة اصبح كلاما لا يتعدى جدران القاعة ولا حتى اذر ذلك الاسرائيلي المتخفي باللباس المدني في مقر المقاطعة وهو نفس المكان الذي هدمه قائد ذلك الاسرائيلي جهد قاسم تلفزيون وطن